نعم الآن أصبح نستطيع أن نقول أن الخطاب الديني ينقسم إلى قسمين فهم وتوصيل وتبليغ طبعاً تم بني المسألتين على بعضهم البعض لكن لكل حالة من الحالتين حالة الفهم وحالة التبليغ والتوصيل شروطها وضوابطها وإن كان بينهما ترابط كبير وبالتالي إذا قلنا بأن الخطاب الديني يحتاج إلى توصيل صحيح فهذا يعني أن يعاد النظر في مناهج العلماء والمناهج المتعددة حسب ظروف الحال وحسب ما تقتضيه الأحوال بل أيضاً حتى ما تقتضيه التغيرات في علوم البشرية من تصحيحات للجهود البشرية في فهم الأشياء نحن نعلم أن الشريعة عندما أنزلها الله سبحانه وتعالى أنزلها فيها تحمل كثير من المرونة والسعة وتحميل أهل الذكر والعلماء لمسؤولية الاستنباط واستخراج الأحكام والعلماء عندما يستخرجون هذه الأحكام تكون لهم إدراكات ومناهج يأخذونها من واقعهم ومن العلوم الموجودة في عصورهم ثم قد تتطور هذه المعارف فربما تتجدد بعض الأليات وبعض المناطات التي ربطت في أيام سابقة وفي تاريخ سابقة وكله يسمى في تجديد الخطاب الدين أيضا فإذا نستطيع أن نقول أن التجديد يقصد به تجديد في العلوم التي توصل الشريعة الإسلامية للغير وفي أدوات ووسائل إيصال الشريعة الإسلامية لأن الوسائل تشمل مناهج الإيصال مثل المناهج الإعلامية والدعوية ومناهج التأليف والخطوات وما إلى ذلك قد يشملها تجديد في المناهج وأيضا تجديد في بعض العلوم التي تكون مبنية على بعض المعاني الواقعية التجديد لا يطال الدين نفسها أو الوحي أو الخطاب الإلهي وإنما يتناول المعطيات الواقعية التي بنيت عليها بعض العلوم الموصلة للشريعة وهذا باب الذي دخل منه سوء الفهم سواء بقصد أو بدون قصد لإفساد الشريعة وجعل التجديد يطال مصادر الشريعة وهذا باب لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يكون مقبولا في فهم الشريعة الإسلامية ولكن ما يدعى إليه هو في الوسائل وفي العلوم الواقعية التي بنيت عليها بعض الأفهام السابقة وكثير من العلوم اليوم قامت على التجديد سواء هناك تجديد وصولي وتجديد فقهي وتجديد كلامي وله شروط وضوابط اللي ربما يسع لنا المقام للتعرض لبعضها